من الناحية الثانية كمنتخب الأرجنتين بادئها بداية قاسية جدا على فولندا ضرب من كل الاتجاهات ثم ضرب الجزاء وكالعادة يتعملق تشيزني يتعملق أي نعم ضرب الجزاء فيها وعليها لمس الكرة الأول وبعد كده دي لمست ميسي بس ميسي حط إيديه على وشه قاعد يعني وكأنه استقبل بنية من مايك تايسون بما أن الاتنين النهاردة مايك تايسون أو شفنا له صورة قبل كده لابس شرط الأرجنتين فخدوا ضرب الجزاء مثل ضيعها أو ما ضيعهاش تشيزني هو اللي صدها مباراة تانية على التوالي بيصد ضربتين جزاء شرط التاني الأرجنتين فضل يضغط فضل يضغط فضل يضغط لحد ما سجل هدف وسجل الثاني وبقينا بقى نشوف إيه اللي هيحصل في لحظة من اللحظات وهي 2-0 هنا للأرجنتين على بولندا و2-0 للمكسيك على السعودية المكسيك جاية من بعيد قوي عملة تعدي حواجز حاجز النقاط هذه بقت أربعة حاجز الأهداف أهو جابوا جولين بقى عندهم حاجز تالت جايلك كده من إيه من السماء من بعيد وهو حاجز الفير بلاي قعدنا نعد الإنذارات لأن بولندا والمكسيك متساويان في كل شيء متساويان في النقاط أربعة وأربعة ده بالوضع اللي نتكلم عليه متساويان في الأهداف فارق الأهداف ده مسجل بولندا 2 في السعودية ومستقبل 2 من الأرجنتين المكسيك مسجلة 2 في السعودية ومستقبلها 2 من الأرجنتين نفس الوضع بل في نفس الفرق طيب إيه بقى اللي هنروح له؟ مسجل نفس العذب من الأهداف 2 هنروح للإنذارات لقينا أن منتخب بولندا مستقبل أربع إنذارات في الثلاث ماتشات ومنتخب المكسيك مستقبل سبع إنذارات سبع إنذارات كتير كتير منهم في ماتش الأرجنتين دول تحس إنهم كم يزدين مسبحة يعني عم يضربوا في اللعيبة يعني ما تشواخد بالي الإنذارات بتيجي ليه في الماتش اللي فات لكن بالعدد اللي واخدينه قدام ماتش الأرجنتين ده ده عدد كبير قوي ندموا عليه ندموا طبعا ندموا عليه فبقيت القصة رايحة في أنه بنعد إنذارات مع بعض زي ما كنا بنعد في 2018 في مواجهة اليابان والسنجال تساوايا في كل شيء وتأهلت اليابان بفرق إنذار زيادة كان واخده منتخب السنجال النهاردة هل خلصت على كده؟ هل خلصت على كده؟ كان بولندا خده إنذار خامس فبنعد هل ياخده إنذارين تانين؟ كريشياك خد إنذار في وسط المباراة النهاردة في دياءة 78 لكن ما خلصتش على كده عشان تزيد الدراما منتخب السعودية سجل هدفا جميلا جدا 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 اتنين واحد والمباراة خلاصة